يعني هل أنا النهاردة مثلا ينفع السيدة حامل مثلا ينفع قولها متاخديش فيتامين بحسب الطبيب بتاعك يقول حسب النقص اللي في جسمك ايه الناس بتاخد الكلام ده من غير ما تعمل اي حاجة لو انت عندك نقص في فيتامين معين والدكتور قال لك خدي فيتامين دوت اتس اوكي لكان انت ما عندكش نقص يعني معظم الناس بتروح تاخد فيتامين الف فيتامين الف موجود في جسمك وموجود طالما انت الانتصاص عندك وامعائك يعني الجهاز الهضم عندك والانتصاص عندك كويس ففيتامين الف موجود موجود لان بتغديه انت بطريقة يعني يعني انت احتاجات جسمك كله 600 مايكرو جرام فهتغديها تغديه من اي حاجة هتكليها مش شوية خضر مش شوية اي حاجة دخل جسمك دخل جسمك وحتاجاتك اوكي فيتامين سي محتاجة ايه محتاجة برطقانة محتاجة شوية جرجير محتاجة شوية حتك هم بيقولولك الفيتامينز اللي في الواجبة اللي حديك بتاخدها بتبقى اولايلة جدا الفيتامينز اللي في الواجبة اللي انت بيبتاق بيها او بالضغط يوم مرشوش مش عادي كده الفيتامينز اللي موجودة في الواجبة اللي ربنا خلاقها الطبيعية موجودة معها الاحمض والمعادن والفايبرز وتركيبة كده جسمك بينتصها بسهولة غير ما بيستخلصها وادهالك بتركيز عالي جدا على شكل حباية جسمك مش هيستفيد بها زي ما هيستفيد بها وهي موجودة في الواجبة ودي الابحاث الجديدة كلها انا كلمك على ابحاث 2020 و2021 و2022 مش بقولك ابحاث قديمة لا كل الابحاث بقولك ان يعني مثلا الناس اللي لقوهم بيأكلوا فاكها واخدار صحيا وصحيا احسن من الناس اللي بتعتمد على السبل اللي هي المكملات الغذائية والفيتامينات والحاجات دي كلها فانك تغذي الفيتامينات من مصادرها الطبيعية ومن المصادر الاصلية بتاعتها احسن انك تغذيها من مصادر مصنعة بطريقة كيموية بتركيزات عالية جسمك مش محتاجة